السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معنا موقع اسمه هدرا. الموقع ده كواس جدا. انت بتدي له صورة وتبدأ تدي له كلام ويبدأ اعمل لك الفيديو ان الصورة بتتكلم. ممكن حتى بتدوش صورة تقول له اعمل لانت الصورة. طيب يعني ممكن اجي هنا اقول له ده الكلام اللي انت هتقوله. تمام. وهاخد الكلام دوت مثلا هنا. تمام. وخلي دي كينج. طيب. ممكن تعمل الفيديو على اكتر مرة يعني الكلام بتاع كتير. فهنقسم مثلا لحد كده. والمرة جاية نعمل فيديو تاني بتكملة الكلام. عشان نحكي القصة بتاعة ازيس وزوريس. طيب انا عايز هنا بقى يعمل لي صورة. اقول له اعمل لي صورة. ازيس وزوريس. تمام. اول ما يكون لي الصورة ممكن حتى تعمل لها ابلود. تتجاه بها تقول له ايه اعمل لي الفيديو. خلاص. احنا كده معنا الصورة. ومعنا الكلام اللي الصورة هتقول له. طيب محتاجين بقى نديله الصوت اللي هي هتتكلم به. فاعتقد ممكن اليس. تمام طيب هقول له بقى جنريت. يبدأ بقى يخلي الوجه دوت الشفائف تتحرك والجسم كل تتحرك. بالكلام اللي تأتي. فكده يبقى عندي فيديو ممتاز. دي فيديوهات انا عملتها. مرة ديتوا صورتي انا. وقلت له خليها تتحرك دول بعض الكلام. ومرة ديتوا. اسم عمر سليم مصري. مهتم بالذكاء الاصل. طيب وهنا. انا يوسف بن ايوب. المعروف بصلاح الدين الايوبي اشهر انجازاتي هو. يعني كمان لو انا. وتحرير القدس في اثنين اكتوبر الف وستثين واثمين. يعني لو نعايزه يتكلم بالعربي خلاص بكتب الكلام بالعربي. بعد معركة حطين الكبرى. نجحت بفضل الله ثم بفضل وحدة المسلمين وشجاعتهم في دحر الصليبيين. لو قلت له بيومور هتلاقي فيديوهات كتيرة اتعاملت بشكل قوي. واستعادة المدينة المقدسة التي كانت تحت سيطرتهم منذ حوالي. ممكن حتى تدلوا صور. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. انا محمد بن مراد الثاني الملقب بمحمد الفاتح السلطان السابع للامبراطورية العثمانية. فتقدر تعمل فيديوهات كتيرة لشخصيات تبدأ انها تتكلم. يعني تخيل بقى الطالب بيشوف مثلا احمس وبتكلم عن الحصوص مثلا وهكذا. الفيديو زي ما تشاهد. فقرات فانت ممكن تعمل اكتر من فقرة وباكات جمعهم كلهم في برنامج اسمه كاب قط اوي برنامج منتاج للفيديوهات. يتقدر تجمع الفيديوهات كلها مرة واحدة في فيديو طويل ويبدأ الناس تعرف التاريخ. ممكن تعمل زي ان كل احد الملوك يبدأ ان هو الكلمة. واحد الحكومي يقول الكلمة معينة. فالموضوع هيبقى ظريف جدا ان شاء الله يعجبكم. انت بقى ممكن تعمل ايه تكتبها بالعربي عادي لو كتبت بالعربي انتهى بالعربي بشكل جيد. فممكن تعمل فيديوهات بالعربي وانجليزي وهكذا ان شاء الله. شكرا جزيلا.